عودة العاشر الصبح في الأهل بنجدد التحية والترحيل بكل حضراتكم أهلا بيكم في أولا فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة طبعا الحضور الرياضي في معرض القاهرة الدولي للكتاب كان شيء مهم جدا ويعني الإصدارات الرياضية عن تاريخ كرة القدم كمان كانت حضرة بمنتهى قوة النهاردة هنتكلم يعني عن ثلاث كتب للناقد الرياضي لأستاذ عمر البنوبي شارك من خلالهم في عديد دورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب واحد منهم الحقيقة بنشكره جزيل الشكر على أنه أهداني أنا ونهواند نسخة منه كرة القدم في المدن الجامحة وكمان هنتكلم عن كتاب مئة عام من الحلم وأيضا كتاب الجنرال محمود الجهري هنعرف بقى تفاصيل كتيرة من خلال الأستاذ عمر البنوبي اللي منورنا صباح لفل على حضرتك أهلا بي صباح لفل عليك يا كريم وصباح لفل يا نهواند مبسوط أن أنا معاك وفي بيتي قناة نادي ده مكانك مش غريب بس مرسيج جدا طبعا على الكتاب وحتعمل إنا إهداء بقى بعد أن نخلص الفكرة طيب نبدأ كده من الأول وفهمنا أصلا قصة هنا الكتاب معرض الكتاب والحديث عن الرياضة وإيه حبك بردو أن أنت تتكلم عن الأهلي وتتكلم عن التاريخ بتاعه وبالرموز بتاعته الكبيرة جدا يعني خيا نعرف منك يا عمر في البداية يعني خليني أقولك أنه في البداية زمان معروف عن جمهور الكورة أنه هو جمهور بيروح المطش بس صح في الوقت جمهور الكورة بيقرأ جمهور الكورة عنده إصدارات رياضية موجودة في معرض الكتاب سواء حتى من الكتاب المحترفين أو حتى من الهواة فيه ناس من الجمهور بتعمل الكتب في الوقت الحالي كمان ما بقاش الحكاية مقتصرة على الاستاد أو على السوشيل ميديا وأن أنا أبقى موجود في المدرك بس وحط صورتي مع الفريق اللي أنا بحاجة بالعكس بقال يعني فكرة أنا بالنسبة لي كان تحدي أو تشالنج أنه جمهور الكورة يقرأ يعني جمهور الكورة يكون موجود في معرض الكتاب يقرأ يتواجد بالشكل القوي اللي إحنا شفناه ده تلت كتاب لي بقالي تلت سنين بعمل كتب في آخر تلت دورات لمعرض الكتاب ده أحداثهم اللي هو كرة القدم في المدن الجامحة فالتجربة نفسها بالنسبة لي مميزة لأنه أنا شفت اهتمام يعني في الأول أنا كنت خايف في أول كتاب بعمله كنت خايف ما والاختيار زاكي من الأول برضو عمر أنت عارف جمهور كرة القدم بالملايين وجزء كبير جدا منهم بيحضر دايما كل دورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب فالاختيار زاكي بس هو مبني على التفكير ده ولا مبني على خلفيتك أنت كان أخذ رياضي وحبيت لما تكتب ويبقى لك إصدارات أدبية يعني أو كتب تبقى برضو في نفس العالم ده يعني أنا شايف أنه أنا لما ابتديت أشتغل في الكرة وفي الميديا يعني اشتغلت بره مصر الأول في هال سيتي الإنجليزي ميديا كوردنيتر لمصر والشرق الأوسط دول نطقة بالعربية وبعد كده جيت مصر فهي الفكرة أنه بره أو في أوروبا هتلاقي أنه الإصدارات الرياضية وتحديدا في كورة القدم كتيرة وكتيرة جدا يعني حتى لو هنتكلم على نطاق الأندية الصغيرة في أوروبا هتلاقي أنه في بعض الأساطير بتوع الأندية الصغيرة دي عندهم كتب سيرازاتية إحنا هنا عندنا يعني فقر كبير جدا في حتة كتب السيرازاتية لأساطير الكورة محتاجين أنه أساطير الكورة يفكروا أكتر الفترة اللي جاية أنهم يعملوا ده فهنا شفت أنه كتب الرياضية وكورة القدم موجودة كتير بره بشكل يعني أكبر من هنا فليه إحنا ما نشتغلش ونعمل ده ويبقى عندنا المكتبة الرياضية يبقى فيها مجموعة كتب تقرخ لتاريخ الكورة المصرية ونجوم الكورة المصرية إحنا عندنا تراث كبير جدا يعنينا إحنا بنلعب كورة من أكتر من مئة سنة فبالتالي إحنا عندنا مليون حاجة ممكن نتكلم عنها ومليون كتاب ممكن نعمله ويطلع بشكل كويس جدا كمان